السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب العزاء طلاب المرحلة السنوية طلاب الصف الثالث السنوي رجعنا لكم تاني في فيديو جديد بنكمل في حل اسئل الكتاب الايزو الباب التاني الحلقة رقم ثلاثة في هذا الباب صفحة 85 السؤال رقم 24 السؤال بيقول تفاعل الحديد مع المادة ايه فتكون ملح حديد سنائي وملح حديد سلاسي وغازبين يبقى حضرتك دلوقت الحديد تفاعل مع مادة ايه تكون ملح حديد سنائي وملح حديد سلاسي وغازبين ايا مما يلي غير صحيح طبعا هنا لما نقول حديد يبقى نفاعل الحديد مع حمد كابريتيك مركز فيتكون ملح حديد سنائي اللي هو كابريتات حديد سنائية وكابريتات حديد سلاسية وتصاعد غاز ساني اكسيد الكابريتي اللي هو الاس اوتو ايا مما يلي صحيح غير صحيح الغازبي له القدرة على اختزال الكروم السلاسي الى كروم سلاسي الغازبي اللي هو غاز الاس اوتو بيختزل ده صح الغاز بيعمل مؤكسد اقول له لا هو عامل ايه مختزل مش مؤكسد يبقى حضرتك كده عرفت ان الغاز بتاعنا الاس اوتو وعرفت ان هو بيعمل عملية ايه اختزال الكروم السداسي الى سلاسي يبقى مش مؤكسد يبقى ديات اللي هنختارها يبقى بعد كده بيقول له حدثت للحديد عملية اكسدة الحديد تحول من حديد الى حديد سناء وحديد سلاسي يبقى اكسد المادة ايه عامل مؤكسد المادة ايه بتاعنا اللي هي تبقى حمض الكابريتيك طبعا هي التي تسببت في اكسدة الحديد يبقى العبارة الاخيرة برضو عبارة ايه صحيحة يبقى هو بيدور على الغير صحيح بان اختار له الاختيار با نروح للسؤال 25 بقول له عدد مولات ساني كرومات البوتاسيوم المختزلة بمقدار واحد ونص مول من الاس اوتو هنرجع للمعادلة الموجودة في كتاب المدرسة هتروح على صفحة 29 في الكتاب وتفتح الكتاب معي اذا المعادلة بتاعتنا اللي احنا شغالين عليها اهو بيقول له احنا عندنا هنا التلاتة مول من الاس اوتو التلاتة مول من الاس اوتو بيختزلك كام مول من الساني كرومات التلاتة بيختزلوا واحد طيب لو قلنا واحد ونص يبقى نص مول مباشرة التلاتة بيختزلوا واحد مول من ساني كرومات البوتاسيوم يبقى نص الواحد ونص بيختزلوا كام نص يبقى حضرتك هتختار له ايه نص مول اللي هو الاجابة الف يبقى عدد مولات ساني كرومات البوتاسيوم اللي هتختزل بواحد ونص من الاس اوتو نص مول تبقى للمعادلة بتاعتنا نروح للسؤال رقم 26 بقول ايا من محليل المركبات الاتية يمتص فتونات الضوء الاحمر انت كده هترجع للباب الاول صفحة 7 او صفحة 9 ناك عشان تشوف الالوان بتاعتك بيمتص الاحمر يبقى يظهر باللون الاخضر طالما بيظهر باللون الاخضر يبقى كروم سلاسي كروم سلاسي طبعا ده كروم سلاسي مش نافع ده منجنيز سباعي مش نافع عندي هنا الكروم كروم ايه سلاسي بيظهر باللون الاخضر يبقى يمتص اللون الاحمر يبقى الاعجابة بتاعتنا هتكون جين نروح للسؤال رقم 27 بولي يزول لون محلول برمينجانات البوتاسيوم قلبة نفسجية المحمضة عند اضافتها الى محلول نيتريت السوديوم بسبب تحول طبعا احنا نروح للمعادلة وبعد كده نبدأ نشتغل على حساب اعداد التأكسو تخلي بالك معايا المعادلة بتاعتنا اهل في صفحة 30 انت عندك هنا النيتريت بيظهر لون ليه؟ لان برمينجانات البوتاسيوم مادة مؤكسدة بتأكسد النيتريت الى نطرات تمام المنجنيز اللي موجود فيها بيبقى منجنيز موجب 7 هيحصل له اختزال الى منجنيز سنائي يبقى هنا كده حصل اختزال للمنجنيز من موجب 7 الى موجب ايه؟ اتنين يبقى حضرتك كده المنجنيز اختزل من موجب 7 الى موجب اتنين اده موجب 7 الى 6 مش نافع موجب 6 لموجب 2 مش نافع موجب 7 لموجب 2 اده الاجابة الايه؟ الصحيح هنا حضرتك عندك عمليتين اجسادة حصلوا في الجزء ده الكروم تحول من كروم سداسي الى كروم سلاسي بفعل الاس اوتو والمنجنيز تحول من منجنيز سباعي الى منجنيز سنائي بفعل النيتريت اللي هي شق النيتريت اللي عندك نروح بعد كده للسؤال رقم 28 هيأكد المعلومة عند اختزال ايون منجنيز موجب 7 الموجود في محلول KMNO4 الى ايونات منجنيز موجب 2 ده بيأكد اجابتنا اللي فوق في محلول MNSO4 اي مما يالي صحيح بالنسبة للتفاعل عشان هتحول من موجب 7 الموجب 2 يبقى كده اختزال يبقى كل ايون منجنيز هيكتسب خمس الكترونات عشان يتحول من موجب 7 الموجب 2 يبقى يكتسب خمس الكترونات كل ايون منجنيز موجب 7 يفقد لو فقد يبقى الشوحنا الموجبة تزيد يبقى ما ينفعش يتحول لون البريمنجينات من البرتقال الاخضر لا مش هيتحول لانه يتحول من بنفسيج العديم ايون منجنيز موجب 2 عامل مختزل لا يتم التفاعل ايون المنجنيز موجب 2 عامل مختزل لا احنا عندنا العامل المختزل ما بيبقاش ايون المنجنيز العامل المختز بيكون آيون النيتريت يتم التفاعل في وسط حميلي طبعا لان احنا بنستخدم بريمينجانات بوتاسيوم محمدة بحمض الكابريتيك سؤال رقم 29 بقول لي ايا من هزي المركبات يمكن تأكسده بوسطة بريمينجانات البوتاسيوم الكربونات شق ثابت ما بيتأكسدش الكابريتيت بيتأكسد الى كابريتات الكابريتات شق ثابت ما بيتأكسدش ان الطراط شق ثابت ما بيتأكسدش يبقى الكابريتيت هو اللي هيحصل له عملية اكسده لان الكابريتيت ممكن يتحول الى كابريتات بعملية الاكسده يبقى المركب الذي يمكن اكسدته هو الكابريتيت طيب ايه سبب يا مستر ان انت قلت الكربونات شق ثابت لو انت حسبت عدد تأكسد الكربون فى بيبقى موجة باربعة وده اقصى حالة تأكسد ليه الكابريتيت لو انت حسبت عدد تأكسد ده يبقى موجب ستة وده اقصى على بتاكسد ليه? ان النطرات لو حسبت عدد التاكسد فيه هيبقى اقصى عدد تاكسد لشقة النطرات او للنيتروجين موجود في النطرات. النيتريد بيتحول له. خلاص يا شباب? خلاص يا مستوى. سؤال رقم تلاتين بيقول لأي من هذه المركبات يصعب تاكسده. بواسطة محلول برمينجينات البوتاسيوم طبعا الحديد السنائي بيسهل اجسادته الى حديد سولاسي. يبدأ يسهل. السكنديوم هنا سولاسي. طبعا السكنديوم يصعب تاكسده لان حالة التاكسد موجب اربعة تتسبب في كسر مستوى طاقة مكتمل يبقى احنا نختار ده. التيتانيوم السولاسي بتحول الى رباع يسهل. الفناديوم الرباع بتحول الى خماس يسهل. يبقى حضرتك هتختار له مين? السكنديوم وطبعا ده لعلاقة بالباب الاول. نروح لسؤال رقم واحد والتلاتين. يلزم لحدوث التفاعل من منجانيز موجب سبعة المنجانيز موجب اتنين يبقى انت كده بتعمل عملية اختزال. يبقى انت عاوز عامل مؤكسد. عاوز عامل ايه? مؤكسد. يعني ايه عامل مؤكسد? يعني مادة يسهل اكسدتها. عاوز عامل مختزل عفوا. عاوز عامل مختزل. عاوز عامل مختزل يعني مادة يسهل ايه? اكسدتها. فاحنا محتاجين عامل مختزل. يعني مادة يحصل لها اكسدها بايه? بسهولة. طيب شق النيتريت? ايوة شق النيتريت ينفع. لانه وبقول لي يمكن استخدام كل دول معادة. لان شق النيتريت بيتأكسد الى نطرات. حديد سنائي بتأكسد لحديد سلاسي يبقى ينفع. ثاني اكسيد الكابريت هيتحول الى ثالث اكسيد كابريت يبقى ينفع. ها شق النيتريت بايه ده اللي ما ينفعش في عملية الايه? الاختزال. ليه? لانه يصعب اكسدته. نروح للسؤال رقم اتنين وتلاتين. بقول لي اختفي لون البريمينجانات المحمضة بحمض الكابريتيك عند اضافاتها الى كل من محلولي. طبعا الحديد السنائي بيتأكسد لسلاسي فهيزيل لون البريمينجانات. والنيتريت هتتحول لنطرات. يبقى تمان كده. يبقى ده ينفع. يبقى الاتنين دولا هيزيل اللون. طيب تعال هنا. الحديد السنائي هيزيل اللون. بس النطرات ما تنفعش. هنا الحديد السلاسي مش هينفع. النيتريت تنفع. هنا الحديد السلاسي مش نافع. ولا النطرات نافع. هو عاوز في محلول حامض الى نطرات. في معادلة هذا التفاعل ما هو عدد الالكترونيات التي تنتقل مقابل تأكسد كل ايون نطرات. طبعا حضرتك هتشوف النطرات والنيتريت. ادى النيتريت لو حسبنا عدد تأكسد النيتروجين فيه. هنا اتنين في سالب اتنين بسالب اربعة. وهنا اكس بيساوي كام سالب واحد. يبقى الاجس بتساوي مجاب تلات. تعالا بقى نشوف النطرات الناحية التانية. ادى الان اوسري سالب كام سالب واحد. هنا سالب اتنين في تلاتة بسالب ستة. ودى الان اهوان بيساوي سالب واحد. يبقى الان بتساوي مجاب خمسة. يبقى تحول من مجاب تلاتة لمجاب خمسة. يبقى الالكترونات التي تنتقل مقابل تأكسد كل ايون هب وكم الكترون. اتنين الكترون اللي هو الفرق بينهم. تمام كده? تمام. حدد العامل المؤكسد في التفاعل التالي. هنا حضرتك عاوز تحدد العامل المؤكسد. فيه معلومة بتقول ان العامل المؤكسد والعامل المختزل بيكونوا قبل السهب. يعني مالاش لعب ده. خلاص كده? يبقى انت هتستبعد الاس فور او ساكس لو موجودة. وتستبعد الطو اي سالب لو موجودة. يبقى الاي سالب كم. يبقى انت هتشتغل على مين? على المتفاعلات. طيب سهل جدا ان احنا نبص على اليود. اليود عادة تأكسده عشان عنصر بكم هنا? بصفر. من صفر لسالب قال لي بقى اختزال. طالما حصل له اختزال يبقى عامل ايه? مؤكسد. هو بيسأل عن عامل المؤكسد يبقى اليود اللي هو يبقى الاجابة بتاعتنا. طيب لو كان بيسأل عن عامل المختزل نفس الكلام. هتقول لي اليود كان بصفر تحول لسالب حصل له اختزال عامل. مؤكسد يبقى شق سيو كابريتات هو العامل اللي المختزل لو بيسأل عليه. يبقى احنا نختار له مين? الف. نروح للسؤال خمسة وتلاتين. بيقول لي يزول لون محلول اليود البني? عند اضافاته الى محلول سيو كابريتات. مباشر جدا لان احنا بنستخدم محلول اليود البني للكشف عن سيو كابريتات الايه? السود. يبقى الف. سؤال رقم ستة وتلاتين بيقول لي عند اضافة محلول اليود البني الى احد املاح سيو كابريتات. اي ممال غير صحيح. يفقد كل مول من اليود. ده اليود. يفقد كل مول من اليود اتنين مول من الالكترونات. طبعا تعالى نرجع تاني هنا كده. اذا المعادلة تاعتنا اللي احنا كنا شغالين عليه. اليود اليود اللي هو احنا عندنا هنا اي تو تحول الى تو اي بي بسالب. هنا بيتكلم على كل مول اليود. اليود بتاعنا هنا ده واحد مول من جزئات اليود. ها? اتحول الى اي بيبسالب اتنين اي سالب. يبقى كل واحد اكتسب. ده اختزال يبقى 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 هنا مش نافع. الاختيار الاولان يقول لي يفقد ولو لا يكتسب يقول لي يختزل اليود واحنا قلنا اليود حصل له عملية اختزال وهو عامل مؤكسد يبقى كده يحصل اختزال يختفي لون محلول اليود البني محلول الثيوكابريتات عامل مختزف يبقى احنا نختاره من ألف لانه بيقول لي اختار الإجابة الغير صحيحة يبقى الإجابة بتاعتنا ألف لان احنا قلنا ان اليود بيحصل له عملية اختزال والاختزال يعني اكتساب الالكترونات وهو بدأها بكلمة ايه يفقد يبقى ده الإجابة الصحيحة او إجابة السؤال الصحيح نروح للسؤال رقم ستة وتلاتين بولة عدد تأكسد أنيون عدد تأكسد أنيون رباع السيوانات يساوي والله بسيطة جدا حضرتك اكتب نروح لانه بسيطة جدا نروح لانه بسيطة جدا يقول له عند امرار عينة من هواء ملوث بالس أوتو والس أوتو في محلول ساني كرومات البوتاسيوم المحمضة بحمض الكابريتيك ثم محلول هيدروكسيد الكالسوم لمدة قصيرة يحدث القاتم المحلول الأول هيحول لون ساني كرومات البوتاسيوم المحمضة بحمض الكابريتيك بسانيوكسيد الكالسومي force في المحلول الأول هيخضر لون ساني كرومات هيخضر لون الساني كرومات تبا هو المحلول الثاني هو هيدروكسيد الكالسام سيتعقر بسبب سانيوكسيد كربو يقدر اللون ويتعقر يمكن التعرف على الغازات الناتجة من أنيونات بمحلول الجير الماضفي الجير الماضفي هو ماء الجير ماء الجير يكشف عنساني اكسيد كربون يبقى التعرف على الغازات الناتجة من أنيونات الكربونات التعرف على الغازات الناتجة من الأنيونات كما تكشف عن مين؟ يبقى نختار له الاختيار طيب لماذا ما اخترتش مثلا الباق؟ لأنه يقدر الانيونات يجب أن نتعرف على الغازات الناتجة من الأنيونات يبقى الانيونات نختار له الانيونات اللي هتعمل كده يبقى انت بتستبعد دي وتستبعد دي لانه بيسأل عن انيونات هتستبعد كمان جيم لان احنا عندنا ده غلط فيه نروح للسؤال رقم اربعين وضيفه مخفف لملح صلب صغته اي تو اكس يبقى الانيون بتاعتنا هنا انيون اي سناء هزي مثلا الكاربونات الكابريتيد الكابريتيد السيو كابريتات انت بتستبعد من؟ بتستبعد النيتريت وتستبعد البكاربونات فتصعد غاز يحول لون ورقة مبللة بمحلول الواي تو بي راسب اسود فان الانيون واي الواي تو بي اللي هو اسيتات الرصاص طالما راسب اسود يبقى اسيتات هو بيسأل عن مين الواي يبقى ايون الاي الاسيتات. طبعا هنا ممكن نقول اضيفة مخفف لملح صلب بصغطه فتصاعد غاز اللي هو الغاز بتاعنا اتش تو اس الاتش تو اس بيعمل يبقى بيحول او بيكون مع ورقة مبللة باسيتات الرصاص راسب اسود يبقى الواي ده هو اللي هو الاسيتات تابل بيه اللي هو الرصاص او طلب يعني صور رقم واحد واربعين دول يمكن التخلص من غاز ايه بمحلول قاعدي محلول قاعدي يبقى احنا بندور على ده القاعدي اللي هو بتكلم عنه يا جماعة يبقى بنتكلم على مين اللي هو هيدروكسيد الكالسي بمحلول قاعدي وغاز ايه بمحلول ملح عضو ملح عضو اللي هو الاسيتات الروسوس طيب ده بنتخلص بيه او بنتخلص بسان اوكسيد الكربون بوسطه وده الاسيتش تو اس يبقى حضرتك الغازين بتوعنا مين سي او تو واتش تو اس يبقى الاجابة هتكون دي سؤال رقم اتنين واربعين اخر سؤال ان شاء الله في حقيقتنا اليوم عند تسخين برادة الحديد مع القولور اللي هو اف اي سي الاسرين ثم اضافة حمض كابريتيك اللي هو اتش تو اس او فور مركز ساخن الى الناتج اللي حصل عند تسخين برادة حديد مع القولور اللي هو اف اي سي الاسرين مع اتش تو اس او فور نتكونه عند تسخين برادة حديد مع الكلور تكون كولوريد حديده للسمة اضافة حمض الكابريتيك مركز ساخن الى الناتج هنعمل التفاعل بتاعنا هيتكون عندي اف اي س او فور طبعا هنا هيبقى زائد الغاز بتاعنا يكون اتش سي ال قدامه كام ستة وحط هنا تلاتة وهنا اتنين عشان تبقى المعادلة بتاعتنا موزنة يبقى الغاز بتاعنا الاتصاعد هيبقى غاز مين كابريتيد الهايدروجين بكده هنبقى وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم تظرونا في حلقات قدامة انتوا فيه يا شباب ربنا يكرمكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته